السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني انا دايما بحب اعمل الوصفات السهلة والسريعة هنعمل النهاردة فطيرة كنبلة من الشبع بجد بتشبع لفترة طويلة اوي هنعملها كمان من غير اي نوع دقيق من غير نشويات مناسبة للضايت العادي ومناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضة السكري وحساسية الجلوتين ناكلها كلها مفيش اي مشكلة صارتها الحرارية منخفضة طريقة تحضيرها سهلة يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا والطريقة اسهل من المكونات هنحتاج بيضة واحدة انا هعمل فطيرة واحدة بس فردية هنحتاج بيضة واحدة وكمان طحينة هناخد منها معلقتين وهقول البداية لأثناء الفيديو ومعانا زيت زتون وملح هيملايا وبيكينج سودا وممكن نستعمل بيكينج بودر ومعانا فلفل اسود وخلي تفاح ومعايا كمان زعتر وده حسب الرغبة لو عايزين تحطوه او تلغوه مفيش مشكلة هنجيب بقى دلوقتي طبق ونحط فيه بمعيار معلقتين طعام معلقتين كبار من الطحينة وممكن نبدل الطحينة للناس اللي مش عايزة طحينة بالنسبة للدايت العادي ممكن تحطو معلقتين من دقيق الشفان او دقيق الحمص او دقيق التلمس وبالنسبة للكيتو دايت هنحتاج بديل الطحينة ممكن معلقتين من دقيق السمسم او معلقتين من دقيق اللوز زي ما انتوا عايزين وهنضيف عليها دلوقتي خلي التفاح العضوي ممكن استعمال خل ابيض عادي هنحط حوالي معلقة صغيرة وهنضيف برضو دلوقتي رشة بسيطة من ملح الهملايا ممكن استعمال الملح العادي رشة بسيطة اوي وهنضيف بقى دلوقتي البيكنج سودا البيكنج سودا مع خل التفاح او الخل العادي بتعمل فوران كده وتخلي المعجنات تكون نفشة ما تكونش مكتومة هنحط بس ربع معلقة صغيرة مجرد ما بنحطها فوق الخل كده بتفور على طول وهنضيف كمان دلوقتي زيت الزيتون بمعيار معلقة الشاي الصغيرة معلقة من زيت الزيتون وبعد كده هنحط رشة بسيطة من الفلفل الاسود احنا بنحط كل المكونات على بعض هنحط دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود لو عايزين تحطوا اي بغرات تانية على حسب ما انتوا عايزين وهنضيف كمان دلوقتي بمعيار معلقة الشاي معلقة واحدة بس من دقة الزعتر وده اختياري بس هي هتصبت الطعم قوي وهم دي في اخر حاجة معنا بقى وهو البيضة هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها مع بعض بالمضرب اليدوي لغاية لما تخترت كلها كويس بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بتكون معانا بالشكل ده بس بتاخد قوام تقيل محتاجين ان احنا نخف القوام شوية محتاجين حوالي معلقتين بس من المياه معلقتين كبار فانا دلوقتي القوام معاية تقيل ومحتاجة اخفه فجبت اللي هو فنجان القهوة الصغير ده في شوية مياه صغيرين بنضفهم بالراحة كده يعني منحطش المياه كلها انا حطيت حوالي معلقتين كبار من المياه بتضيفوا المياه لغاية لما توصلوا للقوام ده معلقتين كبار او تلاتة مش اكتر من كده نجيب بقى دلوقتي طاصة صغيرة دي تقريبا مقاس 14 او 16 طاصة صغيرة قوي ايه وندهنها كويس كده بزيت الزتون انا بعمل فطيرة واحدة بس لو عايزين اكتر ضعفه الكميات هنعمل مسحة كويس كده بزيت الزتون في الطاصة وطبعا الطاصة تكون نوع كويس مبلزقش فيه المكونات نمسحة كويس كده بزيت الزتون وبعد كده بنحط الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده وبعد ما حطينا الخليط كله بالشكل ده كده هنبدأ بقى نوزعه كويس في الطاصة كده بحيث انه هو يكون متساوي في الطاصة كلها ما تكونش جزء اعلى من جزء نوزعه كده كويس بالمعلقة ونحرك الطاصة بالشكل ده كده علشان نتأكد ان الخليط متوزع بالتساوي كده في الطاصة كلها ونروح بقى دلوقتي على البتجاز ونشغل نار البتجاز على نار هادية خالص خالص ونحط الطاصة كده ونغط عليها حوالي كده 3 دقايق او 4 دقايق لغاية لما تستوي من الطبقة اللي تحت بتكون معانا بالشكل ده بتكون لسه بس فيها شوية سوائل كده من فوق ما فيش اي مشكلة احنا هنقلبها على الناحية التانية وتستوي كويس قوي نجيب اسبتيولة ونتأكد انها سايبة الطاصة خالص وبعد كده بنقلبها على الناحية التانية ما تقلبهاش على الناحية التانية غير لما تستوي من الطبقة اللي تحت وتسيب الطاصة خالص بالشكل ده وبعد ما قلبتها على النحية الثانية انا دلوقتي عفلت نار البتجاز على ما حطت على الوش كده شوية من الجبنة المودزاريلا احنا عايزين نعملها زي الفطيرة بتاعة الافرام بالزبط فحطت على الوش كده شوية من الجبنة المودزاريلا بالنسبة للكيتو بنستعمل جبنة متزاريلا كاملة الدسم بالنسبة للديت العادي استعمله اي نوع جبنة لايت جبنة متزاريلا او جبنة trayader ممكن كمان لو حابين انتم تحطوا فوق الجبنة المودزاريلا مسحة بسيطة كده من الصلصة بتاعت البيتزا برضه تبقى حلوة قوي بس انا بصراحة حبيت بس احط الجمنة المتزرلة على الوش وارش على الوش شوية كده من حبة البركة والسمسم ده اختياري برضه لو عايزين تحطوا صلصة وتحطوا اي حاجة انتوا عايزينها فلفل طماطم زي ما انتوا عايزين لكن انا اكتفيت بس كده بعد ما حطيت الجمنة المتزرلة وكمان رشة بسيطة من حبة البركة وكمان السمسم وطبعا انا في الوقت ده قفلت النار لغاية لما خلص خالص الطبقة اللي فوق دي وبعد محطتهم كده هنرجع تاني نشغل نار البتجاز على نار هدي خالص خالص ونسبها بقى لغاية لما تستوي من الطبقة اللي تحته تتحمر وكمان الجبنة اللي فوق دي تسيح خلاص كده اقل من دقيقة وبتكون جاهزة معنا هي كده خلاص جاهزة بقى ويلا بينا نقدمها هنحطها بقى دلوقتي على الطبقة اللي احنا هنقدم فيه ونستمتع باحلى واجمل فطيرة بتكون معانا جميلة جدا كده وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده مع شوية زتون وكباية شاب النهناع بجد بيكون احلى وقلز فطار وكمان سعراتها الحرارية قليلة جدا يعني الفطيرة اللي قدامنا دي لو عملناها كده زي ما انا عملتها تقريبا السعرات الحرارية مدينة 64 سعر حراري للفطيرة كاملة مش باع جدا طعمها لذيذ قوي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية